هنا في محافظة المهرة يشكل مواطنون من ارتفاع أسعار الخبز والرغيف بشكل جنوني وعدم الرقابة من الجهات المعنية فيما تواجهه المخابز والأفران أيضا صعوبات عديدة منها عدم توفر المشتقات النفطية وهذه الأزمة ليست جديدة على المخابز والأفران بل من أهم الأزمات التي رافقت البلاد بشكل عام والمهرة بشكل خاص وكانت لها أضرار عديدة في إفلاس وإغلاق العديد من القطاعات العاملة في إنتاج الخبز والرغيف أسباب ارتفاع الروتياس أولا بسبب المفتاح الشتاقات النفطية ثانيا بسبب ارتفاع المواد الغذائية مثل الدقيق والخمير واللاذة ثالثا شي نطالب السلطة المحلية بتخفيض المحلات بتخفيض المواد الغذائية والعمال يعني يطالبوا برات وزيادة معظم الأفران الآن غلقوا بسبب ارتفاع الحب القرص الروتي بخمس ريال وارتفاع الإيديار المحل يعني ارتفاع مضاعف وأزمات أخرى كبيرة تواجهها المخابز والأفران تتمثل في ارتفاع أسعار معظم مكونات رغيف الخبز مثل الدقيق والكمح والزيوت وغيرها لذا مع استمرار هذه المشكلات يواجه الرغيف تحديات عديدة للبقاء في ظل هذه الأوضاع الصعبة التي تهدد أهم خط دفاعي في مواجهة الجوع عن موضوع الغلاء بالنسبة للموضوع الغلاء وارتفاع الأسعار هذه قريمة هذه الشعب اليمني صبح بيعاني ما أقول أنا بالنسبة لأصبح الواحد الروتي أصبح بميترية يعني أنت تأكل خمسة روتي كون الواحد يأكل خمسة روتي الروتي الواحد يعني ما بيغع كنا من أول كنا بصلح فيه الحبها البيض الآن الحبها البيض بندخله داخل الحبها البيض يعني مشكلة أصحاب المخابز صلحوا الروتي سقروه ورفعوا سعره بالمقابل هنا المواطنين العاملين بالقطاع العام المنقطعة رواتبهم منذ أشهر بدأوا بالإضراب الجزئي في جميع المكاتب الحكومية بالمهرة استجابة لاتحاد العمال والنقابات للمطالبة بتسوية وضعهم الوظيفي وأصرف مرتباتهم والحوافز لمواجهة صعوبة حياتهم المعيشية ولا الوضع المعيشي صعب جدا بسبب ارتفاع الصرف الصرف العملة وسبب ارتفاع الجمارك حسب ما يقول التجار الأسعار في تزايد تروح تكلم التاجر الأسعار هذا يقول لك يجار النقل ازداد بسبب السعر المشتقات النفطية وانعدامها وهذا يسبب عبء كبير على المواطن ويبقى تحسين الوضع الاقتصادي الذي يستهدف حياة المواطنين الهاجس الأكبر لدى الكثيرين في هذه المحافظة نتيجة الأزمات المتعاقبة وانهيار العملة اليمنية أمام العملات الأخرى وانقطاع المرتبات وانعدام المشتقات النفطية والغاز المنزلي وانقطاع الكهرباء المستمرة مؤخرا فأين دور الحكومة والسلطة المحلية بالمحافظة للتخفيف من معاناة المواطنين وتوفير أبسط مقومات الحياة